اشتركوا في القناة على الذرية والاولاد او الرؤية معنا وهي رؤية الزهور تدل على الذرية رؤية اعضاء الانسان او اطراف الانسان لان الاولاد يعتبر اطرافك رؤية الاباء والاجداد السابقين تدل على الذرية رؤية ايات القرآن التي تتكلم عن الاولاد او الاطفال او الذرية تدل على الذرية رؤية الحلي والمجوهرات تدل على الذرية رؤية أي شيء حجم صغير فالأحجام الصغيرة أحيانا تدل على الذرية رؤية الثمرة لأن الأبناء ثمرة الزواج رؤية الكبد تدل على الذرية نقول في الأمثال أو في الحكم أبناؤنا فلذات أكبادنا فالكبد يدل على الذرية رؤية الدعاء في المنام بالذرية تدل على الذرية رؤية العيون في المنام تدل على الذرية دي مش هتسمحها كتير عيوني بأنت محسود أحيانا هذه الرؤية تدل على العين والحسد ماشي لكن من ضمن معانيها بل هذا هو الأصل بقول الله تبارك وتعالى في قصة امرأة فرعون مع سيدنا يوسف عليه السلام وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك فهذا هو الدليل رؤية متعلقات الأطفال تدل على الذرية ما يخرج من الإنسان من الفضلات أو من بواق الشعر تدل على الذرية رؤية البذور لأن الأولاد بذور الإبن بذر لك رؤية الزراعة تدل على الذرية ولكنها تدل على الحمل الذي يأتي من خلاله الذرية رؤية الطفل المجهول أحيانا تدل على الذرية رؤية الأعمال الصالحة لأن أولادك ثمرت أعمالك رؤية زينة الحياة الله سبحانه وتعالى يقول المال والبنون زينة آخر رؤية معنا وهي رؤية العربة الصغيرة مرتبطة أو مربوطة بعربة كبيرة تدل على الذرية تدل على الذرية تدلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة